مش مش محاصر في قبو مليء بالماء وفتحي معه هناك أيضاً أخرجني من هنا وسنذهب لإنقاذه على الفاور يبدو أن القفلة تعطل أماني محقق لا أستطيع تحريكه أيضاً لكني سأستخدم الفأس لا 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 تقلقوا علي اذهبوا وأنقذوا فتحي سلامة الناس أولاً هيا تعرخوا بسرعة إن كنت متأكداً يا سيدي فهيا إذن لنذهب قمنوا وفقي آملوا أن يكون فتحي بخير أحساجوا إلي لكي يغني معي لا تقلق يا أيمن أنا متأكد أنه سيكون بخير اتبعاني حسن إنه في الداخل صحيح؟ فتحي أريد منك أن تتراجع إلى الخلف أنت ومشمش لأنني سأحطم الباب بفأسي فهمت يا سامي اقفز هنا يا مشمش لكي تبقى جافاً يجب أن نغلق صنبور الماء أو نجهز المطقة أولاً كل شيء في وقته أول شيء هو ضمان سلامة فتحي ومشمش فتحي هل أنت بعيد عن الباب الآن؟ أجل سامي أمسك ذراعي يا فتحي أحسنت سامي أوه مشمش أنت بأمان بقيت هادئاً تماماً وفعلت كل شيء على حدة ليتني فعلت ذلك ما كنت تورط في هذه الفوضى لا تقلق على الأقل أنت بأمان نعم شكراً جزيلاً لك يا سامي هيا فتحي لنذهب ونغني أغنيتنا مهلاً يا أيمن كل شيء في وقته أليس كذلك؟ نعم كان علي أن أغلق مفتاح الماء الرئيسي أيمن سيساعدني لإحضار المدخة وضخ الماء إلى الخارج وأنا سأذهب لإخراج السيدة العجوز من الخزانة وبعدها سنلتقي عند رصيف الميناء لنستمع إلى أغنية أيمن وفتحي وفتحي إلى خلال الماء نحن نتراشق منه من فهد إلى الإطفاء سامي هل تسمعني؟ أسمعك بوضوح يا فهد حددت موقع الحافلة إنها عند المعبر يبدو أن تامر انحرف عن الطريق وعلق المكان موخل جداً هناك شكراً يا فهد نحن في طريقنا آمل أن يكون الجميع في الحافلة يمكن للمرء أن يضيع بسهولة نعم لا يمكن أن أجول هناك أبداً في النهار فكيف في الليل؟ أسمع صوتاً من وحية فهد هنا أنا هنا أرجوك لا يعلم بأنني تو محسن؟ هل تحاول وخافتي؟ وصلت تامر تستطيع العرضة إلى الباست أنا جاهة هل الجميع بخير؟ سامي الآن فقط أشعر بالإتمانات حسناً سوف نعيدكم إلى الطريق أين تامر؟ يطلب المساعدة يا لشجاعاتي ترك الحافلة؟ سأقوم بالاتصال به لا توجد تغطية قد يكون في أي مكان أيمن أربط حبل القطر بالحافلة وسأتصل بفهد حاضر سامي فهد أنا سامي السيد تامر في مكان ما سنحتاج إلى مساعدتك في إيجاده لا تقلق سامي أحتاج إلى شخص آخر معي لا تقلق اعتمد عليه أسناً سامي جاهزون جاهزون لدي كلب كبير أترى لدي كلب كلب كبير أترى وماذا بانت؟ حسناً راقبي هذا انتهت المشاكل أخيراً سأعود إلى العمل نعم وحان الوقت لأقوم بأعمالي البسيطة النجدة لقد علقت مخزن شخص آخر في ورطة النجدة أمي لا أستطيع تحرك قدمي أبداً أوه عجباً ماذا فعلت الآن؟ هذا الأسمنت سريع الجفاف يحتاج إلى دقائق ليجف لا تقلق يا محسن سوف أخرجك محسن غانم متى ستصبح مهذباً؟ آسف أمي أوه لا أطلب إلا السكينة والهدوء هذا صوت إنذار حريق وذاك دخان ناجم عن حريق آه ما تشري سأتصل بفرقة الإطفاء توقفي ليلى يجب أن لا تدخلي مبنى يحترق أبداً سأذهب إلى البيت وسوف أتصل بهم من هناك هذا سيستغرق وقتاً سأذهب وأحضر المساعدة بسرعة سامي آه مرحباً أيها الإطفاء سامي كنت فقط آسف يا فارس حالة طارئة سأعيد هناك رائع أنا لا أفهم ظلنت أننا لن نتوقف عن العمل اليوم هذه ليست طريقة اللائقة يوضي بها رجل الإطفاء عطلة لا وقت للشرح يا سيدي هناك حريق في متجر ليلى حريق؟ وأخيراً بدأ العمل انتظروا مهلاً لم يقع الجرس آه سأجرب ركوب نوحي التسلج حمداً لله أنك عدت سامي مذهل انظروا إلى كل ذلك الدخان رائحة طلعتك رائحة المروج أيمن تقصع الكهرباء عن المتجر حسناً سامي مرحباً يا فهد عسناً تظاهر بأنك تطفئ حريقاً كبيراً يعني حريقاً كبيراً جداً حسناً هكذا هل يمكن أن تظهر الحماسة أكثر؟ أخرجوا حريق هيا خرجوا هذه هي ما رأيك باستخدام فأس الحريق؟ سأنزرق على العبود إذا شئت فكرة ممتازة ورائعة لا بأس ستعود إلى مكانك الأساسي حان الوقت يا فاتن ستعود إلى مكانك الأساسي من الماء الأساسي لأساسي تتعود إلى مكانك الأساسي شكراً يا فاة أفضل أنه سيكون بخير؟ سيكون بخير قد أصبح في مكانه الصحيح إلى اللقاء وشكراً لا مشكلة يا فاة حسناً يا فاة لنعود إلى منزلي لنرى من إصطاد مخلوقات أكثر من البرك الصخرية وكأننا لا نعرف سلفاً ماذا تريدين أن تفعلين؟ لا تستطيعوا الكلام يا فاة وما أدركت بذلك؟ هيا ذهبي أدري إلى منزلك حلقي يا جميلتي لا توجد رياح كافية سأجرب في الحق المجاور من هنا نعم كنت بارعاً جداً يا أمي أماني قالت ذلك أنا متأكدة من ذلك أنت بحار بالفطرة عجباً استمع إلى صوت الرياح الرياح القوية تناسب الإبحار أمي لما لا أبحر بك في الزوراق؟ أنت راشدة أماني قالت أنني أستطيع الإبحار مع راشد أرجوك يا أمي أرجوكي أحذر محسن أعلم ما أفعله يا أمي أنت ترشقني بالماء محسن لا تفزعي أنا رب ترفع الشراع لا تحرك سوف ينطلب لا لن أفعل هاتي لقد رفعتم أخبرتك أنني بارع نحن نميل النجدة نحن نميل يا محسن لا بأس إن جدفت قليلاً سيصبح ثابتاً انظري ما جعلتني أفعل محسن أعيدني هذا اللي يعجبني أشعر بالغذيان أنا لا أفهم لماذا لا تطير نعم هناك رياح أتود بعد المساعدة يا رئيس قسم الإطفاء أنا لا 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 أحتاج إلى المساعدة كل ما أفعله أنني أختبرها أستطيع أن أريك يا العجب أوه، لقد ابتعدنا الأمواج دار دافع أعبني يا محسن المكان عاصم هنا الموج ليس عالياً جداً لا تخافي أوه، نحن ندور في مكاننا هذا لأنني لا أملك إلا مش دافع واحداً سأمدد حتماً بسرعة اتصل وطلب المساعدة أتصل، أوه، لا أستطيع لم أحضراتي إذن، لوني وصرحي المجدى 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 حسناً، أنا في طريقي إليكما المجدى حادث في الباحر؟ إنه أوه، شادي إنها عائلة شادي ثانية لقد جنعوا في قارب شادي انطلقي بسرعة، أماني، هيا لا أعتقد أنك بخير لتقومي بهذا العمل سأذهب بدلاً عنها السيدي متأسف، أمان، أماني هي الخبيرة هنا هيا خذ السيارة واذهبي اسمع، سأعالج هذه الحالة الطارئة ثم سأعود إلى البيت حسناً إنه يوم حافل جداً لا جدوى يا شمشوم، لا أستطيع البقاء بعيداً أكثر هيا أماني، هيا يمكنك فعل هذا، هيا أماني لا جدوى، أنا أعرض الجميع للخطر أنا آسفها سيدي، لا أقوى على تدفيذ عمليات الإنقاذ يجب أن ترسل سامي حسناً أماني، ابقي مكانك، المساعدة قادمة أيمن، أطلب من فهد أن يحضر المروحية إلى رصيف الميناء سأجعل سامي يقابله هناك سأفعل سيدي سامي، أجل سيدي أنت سريع أنا مستعد لأداء الواجب، ما الحالة الطارئة؟ لماذا توقف المركب؟ هناك مشكلة ما الأمر يا أماني، هل تأذيتي؟ لا، أظن أني مصابة لحمة لنخرجك من هنا أنا آسف يا أطفال، سنفعل ذلك في يوم آخر، أعدكم هذا ليس عدلاً نعم، قال سامي إن هناك مفاجأة تنتظرنا عند نهاية الجبل هاي، لم لا أكون أنا قائدكم في الرحلة؟ لا تكن سخيفاً يا بني، تحتاجون إلى راشد ليأخذكم إلى قائد قوي، وأمر أيضاً رجل مرهف الحس، أقصد رجل قوي وصلب أنا، أنا أستطيع أخذهم أوه، تامر، بالطبع أتريدون أن أخذكم يا أطفال؟ رائع، مذهل ماذا؟ تامر سيأخذنا في رحلة إلى الجبل، هذا مستحيل أنت قادر على ذلك، صحيح بالتأكيد، أنا قائد بالفطرة عندما يفشل قائدنا بالفطرة فشلاً ذريعاً مهلاً محسن، ليس بهذه السرعة لما هذه العجلة؟ انتظر لنرى نحن هنا، هذا يعني أن تلك مدينة الأحلام وهناك الميناء، وأولاً يا للهول رائع، الآن لم تعد لدينا خريطة من يحتاج إلى خريطة؟ كل ما علي فعله هو أن أتبع أنفي، هيا سنبدأ بجمع الصناديق وإبعادها يا فهد، فحاول أن ترى إن كان هناك المزيد لا تقلق سامي، سأفعل ذلك واحد، اثنان، ثلاثة، هيا أجب سامي، توجد عدة صناديق أخرى طافية إلى الجنوب منك شكراً فهد، لكن أخبرنا كيف الوضع على الشاطئ؟ إنه رائع، أيمن وشادي يسيدراني على الوضع لقد سلتنا هذا الطريق من قبل قال التامير إنه كان يتبع أنفه، ولا يبدو أن أنفه يعرف الطريق، أليس كذلك؟ ماذا سنفعل الآن؟ الآن فارس، سوف نتناول الغداء اللذيذ فارسوا عرفت أن هذا سيجعلكم تفرحون حسناًً إذاً، من الذي أحضر الطعام؟ ظلننا إنه معك أنا، لا، ظلنت أنه معكم لا، هذا أسوأ يوم النقضي في الخارج على الإطلاق لا داعي للإكتئاب محسن! فلا نزال نستمتع بوقتنا لكن ليس لدينا طعام غداء من يحتاج إلى الغداء؟ سأخبركم ما الذي يبهجكم الآن محسن وفاة لم يبقيا هنا لكننا سنبقى، لن أتقدم خطوة حسنا، لنرتح هنا قليلا ظننت أنكم متقدمون علينا وكذلك نحن لأن هناك لافتات قابتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب، وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي، سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلة، ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب، علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر؟ أخبرت كيافات، أريد اسمي فوق تلك الكأس ما الأمر؟ قدمي، أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل، علينا أن نصرخ ليساعدونا أنزنا أنزنا إنه صوت والدي محسن أمزا الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجري صغير ستجد الكثير في متجري صغير ستجد الكثير في متجري صغير محسن هل أنت بخير؟ قصدت في قدمي وهي تؤلمني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحاً تماماً حسناً إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جرياً سيستغرق هذا أسبوع كثيراً ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير ليلى في متجر صغير ستجد الكثير كمية قشاش المفروض أن يسلوا أن نراهم هنا قريباً إنهما المن وفتحش يديهما وشرف أنصار وفارس ماذا؟ سامي وليلى؟ إنما كنت أخطياً فهم متقاربون جداً سينتهي سمقوا بالتعادل ما أهلاً؟ لا 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 أصدق سامي وليلى ألد سباك السيقان الثلاث يلا الروع لقى النجاح يلاه من سباك جميل أحسنتما أحسنتما اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسناً يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكراً يا سيدي شكراً يا سيدي تتنقابتنا إلى الاتجاه الخاطئ غريب وصلنا إلى هنا دون مشاكل آسفة سامي سنكون في المركز الأخير السباق لم ينتهي بعد يا ليلة ومن يعلم ماذا سيحدث؟ لا أستطيع المشي كما يجب علينا أن نعود ماذا؟ ونخسر أخبرت كيافات أريد اسمي فوق تلك الكأسة ما الأمر؟ قدمي أنا أتألم لا أستطيع فك الحبل علينا أن نصرخ ليساعدونا أنا أشداء أنا أشداء أنا أشداء إنه صوت والدي محسن أنا أشداء الصوت قادم من هناك ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير طوح حسن هل أنت بخير؟ أصدت في قدمي وهي تؤلموني هل أضعت ما الطريق؟ هذا ليس صحيحا تماما حسنا إن لم تضيع محسن غانم كنت تغش كنت تغش صحيح؟ أجل أجل يا أمي لا أستطيع فك هذا وليس معنا أي هاتف يا ليلة يجب أن نعود جريا سيستغرق هذا أسبوع كثير ليس وأنا في هذا المزاج السيء هيا سامي ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير في متجر صغير ستجد الكثير كبير قشاش المفروض أن يصلوا أن نراهم هنا قريبا إنهما المدل وفديش يديهما وشرف انصار وفارس ماذا؟ سامي وليلا؟ إنما كنت أخطيان فهم متقاربون جدا سأنتهي سمق بالتعادل ما لن؟ لا 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 أصدق سامي وليلا ألد سباك السيخان الثلاث ينروا أطلق النجاح ينروا من سباك الجميل أحسنتمه أحسنتمه اقبلا هذا الكأس مني يمكن للكأس أن تنتظر يا سيدي لدينا حالة طارئة في المستنقع ماذا؟ محسن لواء كاحلة سأجعل فهد يقابلكما هناك حسنا يا محسن ستذهب معنا في جولة قصيرة شكرا يا سامي هذا ليس عدلا محسن يغش ومع ذلك يركب مروحية رائعة مهلا اركبي يا فاتن هاي آه رائع كنت محقا يا محسن قلت يا نسا تعالي ليتها النبتة الجميلة تريدين بعض الراحة قبل أن نذهب إلى فتحي؟ هل المكان مشمس؟ ربما تفضلين الجلوس لا قد عدت سأعد الشاي آه لا آه لا يمكنك القدوم لا يجب أن يرى نبتة الطماطم الخزانة الصغيرة آه 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 هل من مشكلاتٍ أيمن؟ لا لا آه كل شيء على ما يرام أنا جائع جداً هل لدينا بسكويت؟ آه أظن ذلك لقد رأيت علبة البسكويت هناك في المكتب سوف أذهب حالاً وألقي نظرة مسكينة أيتها الطماطم ماذا سأفعل بك الآن؟ ماذا؟ خطرت لي فكرة ماذا يفترض بهذه أن تكون؟ لا يفترض أن تكون شيئاً يا محصن إنه فن فن بالأزهر آه هل هذه ما ستشارك فيها في عرض الورود؟ إنها نبتة عصرية لا إنها نبتة الطماطم التي تخص سيد سليم على الأقل كانت كذلك أين الطماطم إذن؟ لقد سقطت عندما أوقعتها أنا في ورطة الآن صدقني لا تخف أبداً يا أيمن وقعت في مشاكل أسوأ من هذه بكثير أعلم ما عليك فعله هاك هيا قل الحقيقة يا أيمن ألست عبقرياً؟ لكن يا محصن لا يزال واضحاً أن الطماطم ملسقة إنها بخير أحرص فقط على إخفائها خلف شيء كبير ومريع أعرف النبتة المطلوبة تماماً أوه كم هي جميلة الآن انظري إلى الفجوة التي خلفتها أبي هل ستقلب الأسمد الآن؟ سامي قال إنه ليس الآن فأنا مشغول جداً لقد حان وقت بدء عرض الورود والخضروات انظري انظري يا هنم ما أرواها آسف سيدة طماطم لا أظن أنك ستفوزين بالجائزة الأولى ماذا؟ انظر هناك نعم أفضل من البقاء عالقين خلف شريط على بعد أميال من الإثارة إنها حالة طارية حريق مشتعل في كل مكان لكن أتخافوا ها قد جاء كل من سامي وأماني وأيمن إلى الإنقاذ هذا مذهل ومثير تحرك يا فارس لنقترب أكثر أسفد لا أستطيع التحرك سيحتاجون إلى مساعدة جوية آآ إنه فهد في مروحيته آآ لا 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 أمسكت بك يا فارس النجدة 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 انظر سيدي آآ حالة طارية صبياني على قاري على السق يبدو أنهما في ورطة أيمن يجب أن نستخدم سلم جوبيتر آآ انه ولدي محصر وولدي فارس آآ حسنا سنعيدكما إلى حيث يجب أن تكناه سيدتي وسادتي وهو محسن غانم ينزل من مروحيتنا مكللاً بالخزي ماذا كنت تفعل هناك؟ تكلم يا فارس آسف كانت فكرتي فقد ظننت أننا سنرى عملية الإنقاذ رؤية أفضل من هناك أنت من أصبح موضوع عملية الإنقاذ الآن فهمت السبب الذي يجعلنا نضع السلامة أولاً هو أن قسم الإطفاء مكان خطر للصبية أحسنت يا سيدي يومك المفتوح حقق النجاح الكبير نعم لقد شوها شمشون فردة الحذاء حقاً أتساءل لمن هي؟ إنها فردة حذائك سيدي حذائي؟ استقدمتم حذائي؟ لكن كيف؟ سيد أيمان انتبه كنت أذهسهما؟ أتساءل إن كانت الحالة الطارئة متصلة بهذين الخاروفين ألديك فكرة عن مكان فاتن ومحسن؟ قالت فاتن إنه ما في الحقول شمشون يريد مننا أن نتبعه سأخذ سيارة الإصعاب ربما تأذيها أه أه آه 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 Auchan عنا الجزامية تلك شاحنة فتحي أحسنت صنعني يا شمشو لقد فعلتها أه Bengt فتحي هل أنت بخير؟ أنا بخير هنا لا أستطيع الخروج فقط باب مقعد الراكب عالق أوه فتحي حسنا تراجعوا جميعا إلى الخلق أماني مدي خلطوم الماء حول مقدمة الشاحنة في حال احترق شيء سنضطر لخلع الباب لمحررك يا فتحي أماني أحضر أداة الخلع كيف حدث هذا؟ هنا لابد أن السبب هو خروفان هاربان نعم كنت أحاول جمعهما في حذرتهما بشمشوم صحيح؟ أخبرتك أنه ليس كالبراعي أعلم هيا فتحي آطني يدك شكرا سامي يا للهور ليتني أستطيع جعل الأمور أفضل سأتصل بقسم الإطفاء لأحذرهم بشأن الخروفين ماذا؟ الآن أنباء جيدة السيد فتحي كان في ورطة وهو بأمان الآن شمشوم أحسن صنعا إنه بطل قال سامي شيئا عن خروفين هاربين سيدي الفواق لقد انتهى قال فتحي يعالج بالقوف ماذا؟ شواء تامر أشعل نارا في شجرة في الغابة؟ حريق في منطقة التنزه أرجو أن تكونوا جميعا قد اتبعتم لدرسي هذا الصباح حسنا يا عيمان يبدو أنك ستأكل السجنقة في وقت أبكر مما ظننت أمل أن يكون قد تبقى في درسي سنحتاج إلى خرطومي ماء لإطفاء هذا الحريق حسنا سامي والآن يا أيمان افتح الماء سامي انظر هناك واحدة من قوارين الغاز قد تفجل في أي لحظة أحسنت لأنك رأيتها هيا أبطل جميع بعيدا بينما نسيطر على الحريق يا أيمان حاضر سامي هيا تراجحوا جميعا من هنا أماني استمري في رش الماء على عبوة الغاز لتكفيها باردة بينما أطفل ما تبقى من الحريق لا تقلق سامي استمري انتهي انطفأ الحريق هل نستطيع أن نذهب لنرى إن كان قد تبقى أي سجق أو قريدس أيها الإطفاء سامي آسف يا محسن فعبوات الغاز يمكن أن تظل حامية لمدة طويلة ولن يكون الاقتراب من هناك آمنا علي فقط أن أخذ ما تبقى من سجقي سأخذ ما تبقى من القريدس لكني أشعر بالجوع الشديد حتى أنني لم أشم رائحة ذلك السجق أو القريدس ربما تقيم الشواء بعيدا عن الأشجار في المرة القادمة وربما تقلل من كمية الفحم تلك أنت محق يا سامي إنها غلطتي أيضا يا تامر فقد كنت أتباهى قليلا الآن لا أحد يستطيع تناول سجقي ولا حتى القريدس مهلا برميل الزيت جعلني أفكر في شيء ما حسنا أماني عليك الصراخ بصوت أعلى بقليل النجدة النجدة ليساعدني أحد كل ما علي فعله هو الضغط على هذا الزر هيا يا فاتن افعليها لا 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 تستطيعين فعلها أنت خائفة ليس لأنني لا أستطيع أن أطلقها محسن بل لأنني لا أريد يعني أنني لا أبالي إن كنت تظنني ضعيفة النجدة اوه اسمك هناك من يسرخ النجدة لقد علق السنف قادم من الجر هيا بنا النجدة النجدة اتها أماني حمنا لله أنكم هنا لقد علق على أحدنا أن يطلب المساعدة انتظري لحظة ماذا تحملين بيدك آه عسى استغاثة ماذا يجب أن لا تلعب بها لقد وجدناها وكنت سأعطيها للإدفاعي سامي أحسنتي ولكني بحاجة إليها الآن فاتن أيمكنك رميها إلي أنا؟ آه حسناً رمية رائعة يا فاتن عجباً ما هذا أين ذهبت العصى؟ الاستغاثة؟ لقد انطلقت من الجرف سأتصل بالإدفاعي سامي نور استغاثة انطلق من الجرف رأى فهد نور استغاثة يا سامي لابد أن أحداً ما في ورطة سيقابلك فاهدناك بالمروحية حمد لله جاء فهد جاء الإدفاعي سامي الماء يبدو هادئاً ولكن من السهل الإنجراف عميقاً في البحر لم نكن حذرين سأتصل بالإدفاعي سامي أحسنت يا مش مش وداعاً يا شطيرتي فارس ومحسن تأهاني في البحر بلغنا أن صبيين مفقودان في البحر يبدو أنه عمل المروحيات من المستحسن أن يخرج فاهد في مروحيته حالاً يا سيدي دعي العمر لي سامي يمكنك القدوم يا مش مش لابد أن سميحة تتساءل عن مكانك الآن أنا القبطان وقراري أن نجدف نحو الشاطئ لكننا لا نعلم أين هو الشاطئ رقم أبحرنا بعيداً عن اليابسة آي آمل أن يكون بخير إن كان في البحر سيجده ما سامي ليس لدينا طعام ولا ماء ماذا سنفعل بهذه الورطة يا فارس رجاء اهدأ يا محسن لابد أنهم يبحثون عننا لكن المحيط مكان كبير جدا وسنكون أشبه بإبرة في كومة قش كبيرة ها؟ هاي؟ 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 هنا نحن هنا نحن هنا هاي؟ هاي؟ أخبار رائعة سامي لقد رأيتهما لا أعرف كيف وصلا إلى هنا سننضم إليك قريبا شكرا يا فهد انتهى أنا آسف يا سامي نملى في القارب هادي اشتركوا في القناة